وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 555 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 859 طن مواد غذائية وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 157 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 668 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 34 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية من بينها 170 قضية خبز ناقص الوزن و203 قضايا خبز غير مطابقة للمواصفات ترجمة نانسي قنقر